قناة تحفة القصص الذهبية وقناة عالم خديجة مارتيل أرجو أن تريد دخلوا لهذه القنوات لأنهم من العائلة وشجعوهم ودخلوا عندهم غزارة وقلوا لهم جيتوا من عند جهان سوف نخلي لكم روابط القناتين في صندوق الوصف وكذلك مثبتين في التعليق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله كيف لا يعرف الجميع؟ أنا تكلمت عدة مرات في قناتي حول هذا الموضوع شراء منزل، ثم نخلي لكم روابط هذه الفيديوهات في صندوق الوصف لمن يهتم لأخذ المزيد من المعلومات وتكلمت كذلك حول البنوك الإسلامية والربوية وعملت بيناتهم مقارنة ثم نخلي لكم فيديو أو الرابط في صندوق الوصف لمن يهتم المبالغ شراء المنزل أصبحت مرتفعة جداً كنت قلت لكم في واحد الفيديو سابق سنين فشمل لي الله شرنا المنزل لنا؟ قلت لكم تمان بشرناه وتفاصيل إلى غير ذلك فأصبحت القيمة لهذا المنزل اللي كنا شرناه في الأول بـ 240 أو 250 ألف دولار صبحات الآن على الأقل اللي بغينا نبيعه مثلاً على الأقل 400 ألف دولار ولنفرض نحن بغينا نبيعه بهذا الثمانية يعني 400 ألف دولار فمن اللي بغينا نشريه كان على الأقل في السوق 700 ألف دولار فما فوق فأنا الآن أتكلم عن المنازل اللي مثلاً مستعملة ماشي جديدة يعني كيف ما كان قولو بالفرنسية دوزياما أو لسكندهان أما بالنسبة اللي بغي تشريه جديد فما كان غير مليون فما فوق يعني ولو أن الإنسان رابح في المنزل ديالوي بغي يبيعه فهو خاسر من اللي بغي شريه زائد المسألة اللي كنت قلت لكم سابقاً حول أن المنازل المستعملة والذك تباع بالمزاد فهذه المسألة ما زال كين أولاً كي يسمع شحال هذا البائع الواحد اللي بغي يبيع المنزل ديالوي شحال طالب وبالتالي كتبدا المفاوضة ماشي باش تنقص باش تزيد مثلاً أنا قلت بغيت 400 ألف دولار في المنزل ديالوي مين يزويد كين ما تنشي واحد يقول أنا غي نعطيه ربعمية ومثلاً ربعمية وخمسطاش نعطيه هذا الواحد اللي يعطي كتر هو اللي كيبيعوا له المنزل للأسف حالك أولاً كيتباعوا المنازل المستعملة الناس بزاف سولوني على الكيرا لأن هذه فعلاً صبحات معضيلة بغيت نقول لكم ان شاء الله أنا بغيت نخلي بلاتي شوية ما بغيتش نزرب ندير فيديو ديال الكيرا أنا فيتا دير عدة فيديوهات حول الكيرا ولكن ما زال غدا ندير واحد أخر جديد لأنني كنستجمع معلومات جديدة والأتمنى ديال الكيرا نفس الشيء فهي ارتفعت واحد الارتفاع كبير جدا لذا بزاف ديال الناس فضلوا أنهم يشريوا على يكري ولأن الشيرا كيطلع لك شهرياً فكيطلع لك الشراء أرخص بكثير من أنك تكري هنا كاتجي المسألة ديال الناس اللي ما كيبغيوش يشريوا بالربا كل واحد حسب الاقتناعات والاعتقادات كيطلع لك فهنا أحسن مئة ألف مرة هذا اختيار من أنكم تبقوا كارين هذا الحل هو كوبراتيف هاوزين ما معنى كوبراتيف هاوزين كوبراتيف هاوزين بالتعاونية هذه تكون بحلة جمعية غير ربحية الأعضاء ديالها كلهم كيكونوا مسيرين لهذه التعاونية وكيكونوا كلهم متطوعين لماذا نتكلموش هنا على شراء المنزل لأنه لا يكون لديك الحق من بعد أنك تبيع هذا المنزل بل تبيع فقط هذا السهم الذي شريتي والسهم كيكون على حسب التمان دياله صغير وكبير المتوسط كتكون الحالة ديال المنزل المنزل تكون جديد بصيغة أخرى المبلغ ديال السهم هو متعلق بمدى كبر الوحدة اللي تشريه للمنزل والشقة وكذلك حسب الجودة دياله الوحدة يعني كتشري سهم حسب المبلغ اللي انتقادر عليه كتسكون في الوحدة وكتبقى تخلص الكرة ديالها وهذه المصاريف اللي تخلص شهريا ديال الكرة غالبا ما كتشمل كل مصاريف بل وحتى كتقدر تشمل مصاريف ديال ليتاكس يعني المصاريف الضريبية أو التخفيضات الضريبية على حسب التعاونية لأن هناك عدة تعاونيات على حسب شروط المنصوص عليها من طرف هاد التعاونية إذا كتشري سهم وعلى حسب هادك السهم اللي شريتي كتسكون في الوحدة وكتخلص الكرة شهريا والكرة ما كيكونش مرتفع بحل الكرة على برا يعني من غير تعاونية وكذلك كتعطي واحد المبلغ شهري من أجل صيانة ومن أجل إصلاحات إلى غير ذلك والسكان هما كلهم متطوعين وعندهم الحق في إبداء الرأي ديالهم فيما يخص الشؤون ديال التعاونية ولكل مطالب بالمشاركة في الأعمال لصالح هاد التعاونية بغيت نقول واحد نقطة ورأيي شخصي بالنسبة المغاربة هاد التعاونية جاتني بحل كيف ما كنعيطو لها حنا في المغرب الساروت يعني كتشري الساروت هنا كتشري سهم كتشري الساروت وكتسكن في اليونيتي وكتبقى تخلص كل شهر واحد المبلغ كيكون بسيط على أنك مثلا تمشيت كريه فكيكون الكراء أرخص وكتكون شاري الساروت وهذا الساروت كتعاود إلا بغيت تخرج من هذه اليونيتي فما كتبيعش اليونيتي كتبيع الساروت حتى أنت يعني لا مهم الشوز بحلقة باش تفهموا هاد المسألة ديال يعني هنم الي كنتكلموا على شي حد اللي ساكن في التعاونية ما كنتكلموش على مالك كنتكلمو على حامل سهم ومن اللي هاد الانسان كيبغي بيع او هاد الساكن كيبغي بيع هاد السهم دياله فكينين بعض التعاونيات اللي كتشرط عليك أنك تبيعه بنفس تمن بشريته وكينين تعاونيات اللي كيحددوا لك الفائدة القوانين ديالتعاونيات تطبق على الكل والكل له الحق في إصدار القوانين على فكرة أنا ما عملش لهاد التعاونيات إشهار فقط ترتائس بأنها فكرة جيدة بالنسبة للناس كيبغة او لما بغينش يأخذوا القرد من لابونك كنتمنا أعطيتكم أحبابي فكرة للبديل ديال الشيراء منزل بدون قرد وإلى عندكم المزيد من الأسئلة خليوا لي في التعاليق كان أخذ كل تعليق بعين الاعتبار وكنسجل جميع التعاليق ديالكم والأسئلة ديالكم حتى ولو لم أجابتكم في التعاليق فأنا كنسجل وما تنسوش دخلوا عند عالم خديجة وتحفة القصص الذهبية سأخذ لكم روابط ديالهم في صندوق الوصف وكذلك مثبتة في التعاليق وما تنسوش كذلك تلتحكم العائلة على الإنستغرام لأنني دائما عندي ما يفيد خليكم هنا نطلقوا إن شاء الله فيديو قادم وأحبكم في الله جهان من كندا تحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما باقينش يخدوا الكرام من الكرام يشريوا بال من بعد تقروا ويعني كي يبقى هذا ما ماشي سوق واسافي كملي هضرناري هذا الموضوع لا أترك شيئا بعد هذه الأولى دوزيام هند وتكلمت كذلك حول وتكلمت كذلك حول وتكلمت كذلك حول وتكلمت كذلك حول بالنسبة لشراء المنزل أصبح حل 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 حل